على هامشي أشغال الدورة السابع والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم استعراض النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية وفي ندوة نظمت بيجوناف ناقش خبراء وأكاديميون من مختلف الأفاق وجهت هذا النموذج كرافعة للتقدم السوسيو اقتصادي والحكامة المحلية خاصة من زاوية أهداف الألفية من أجل التنمية للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو الأستاذ عبدالعزيز الرومانيا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي أستاذ عبدالعزيز مرحبا بك نريد أن نعرف أولا معالم وأهداف المخطط التنموي السوسيو اقتصادي للأقاليم الجنوبية ليست المرة الأولى التي يناقش في جونيف مثل هذا المخطط التنموي الاقتصادي الذي يهم المناطق الجنوبية وهو أيضا ليس أول مخطط لأن المخططات التنموية انطلقت منذ أفضل مئة وسبعين يعني اعتباريا منذ استرجاع المغرب لصحرائي لكن هذا المخطط له مميزات جديدة مميزات التي ينبني عليها والأسس التي ينبني عليها تنطلق أولا من أنه يعتمد على مقاربة تشاركية مندمجة متوازنة تعتمد على مخطط مضبوط في الزمن يعتمد أيضا على أسس تنموية ذات بعد مضبوط يعني عملي يعني عنده أرقام عنده وضع ينطلق أيضا من اعتماده على ما حققه المغرب من تنمية اقتصادية واجتماعية في هذه المنطقة الآن يهدف المغرب إلى الإقلاع إلى النهضة بمناطقه الجنوبية انطلاقا من بعدين البعد الاقتصادي الذي يهدف فيه لخلق جاذبية اقتصادية استثمارية انتاجية في المناطق الجنوبية والثاني بعد اجتماعي يتم فيه النقص من الامتيازات ومن اقتصاد الريح وتصبح منطقة متوازنة مع التنمية التي تعرفها بعض مناطق المغرب في الشمال أو الجنوب في أيضا وعد الاجتماعي من طبيعة الحال لمحاربة الهشاشة والفقر والبطالة وإدماج المرأة والشباب في التنمية وفي مخططتهم وحماية التقافة الحسانية والتقافة الصحراوية والمعالم البناء والعمران أيضا في هذه المنطقة إذن هو مخطط مندمج كما قلت ولكنه ناتج عن مقاربة تشاركية كيشاركوا فيها الناس دول المنطقة حسب كل محيط وحسب كل مدينة نعم طيب يعني أستاذ عبد العزيز لنكن واضحين هل ترون أن هذا المخطط قابل للتطبيق وعلى ماذا يستند لضمان نجاحه؟ أي بعبارة أخرى ألا ترونه طموحا إلى حد بعيد مما قد يجهض مثلا أو يجهض في أي لحظة؟ اللي كيجعل هذا المخطط طموح هو نجاح المخططات السابقة لما المغرب دخل في 75 الصحراء وجد 50% من الفقر وجد أمية شسعة وجد دور القصدير وجد في مدن بحل عيون والدخل والصمرة يعني مدن اللي هي أساسية وجد شبكة ما كيناش ديالطرق تقريبا إلى هشة وجد أيضا شبكة ديال الماء والكهرباء ضعيفة جدا مدام نجحات هذه البنية التحتية وأصبحت مؤهل للمنطقة كي تصبح لها جاذبية اقتصادية واستثمارية كي تبعد عنها أنشطة العقز والخملان كما كان قولوه والانتيازات وتعطي أنشطة بناءة للإنتاج للعطاء للاستثمار الداتي للمبادرة للاجتهاد للخلق للإبداع وغير ذلك إذن يمكن أن نقول مدام هذا المخطط مبني على هذا العطاء مبني على رؤية واضحة مبني على أجندة زمانية مضبوطة فمن طبع الحال لا بد أن يكون له النجاح وكيفما كان بعد الجزء ولا جزءين إذا ما تحققه فالمهم هو النجاح بالنسبة الكبيرة نعم طيب يعني هناك مقترح للحكم الذاتي المتقدم في الأقاليم الجنوبية هل برأيك أستاذ عبد العزيز أن هذا المخطط وضع لدعم هذا المقترح أم العكس هو الصحيح أي أن هذا المقترح أو مقترح الحكم الذاتي هو من سيدعم المخطط التنموي السوسي اقتصادي برأيك واسي حسام التنمية انطلقت منذ سنين يعني عشريات لمرات على التنمية في مناطق الصحراوية الآن كنشوف مناطق الصحراوية مختلفة عما كانت عليه مقبل ما كينشو عزلة كين طائرات كتمشي كين مطارات كين طرق كين شبكات كما قلت الآن باش نكونوا واضحين المخطط التنموي كيمشي قبل ما تنزل الجهوية المسعة في المنطقة ديال الأقالي من الصحراوية وقبل ما نشوفه المقترح الذاتي لقترح المغرب في إطار الحل السلمي للنزاع كيف ما كان لأن هذا النزاع كل شيء العالم كيعرف الآن أنه مكلف من طبعك ومكلف للمغرب أيضا ومكلف للمنطقة إن على المستوى الأمني إن على مستوى تشجيع تطرف بعض المناطق اللي موجودة في الحدود أو في جهة تندوف وإن على النزاع الجيوسياسي الجزائر اختارت باش تفرخ واحد الفئة في الجنوب كتبحت كنت كتحلم باش يكون عندها ما مر نحو المحيط الأطلسي المغرب موجود في صحراءه موجود في أراضيه موجود في منطقته ما توقفش من التنمية في منطقته ما كانش كينتظر نجاح بعد المقترحات سواء تعلق الأمر بإنزال جهوية الموسعة أو إنزال المقترح الذاتي هو يعمل على تحقيق التنمية وهذه التنمية الداتية احنا كنشوفوا الآن سكوتلندا اليوم أفضات الارتباط يعني فك الارتباط مع أونكلترا احنا كنشوفوا المقترحات الحكم الداتي كيفاش عطات نجاح في بورتغال في الفلبين في أندونسيا في العراق هذا يتجل على أرض الواقع إذن فالمنطق أنه الهدف هو النجاح إن شاء الله طيب يعني أستاذ عبد العزيز هل لك أن تلخص لنا التحولات السوسيو اقتصادية التي عرفتها الصحراء في العشرية الأخيرة وهل تشكل هذه التحولات يعني دعامة لإنجاح هذا المخطط التنموي هو كل مناطق كانت عرف تغيير يعني إذا كانت فيها حركية ونشاط رغا تعرف تغيير لكن الذي يميز المخطط التنموية التي عرفتها المناطق الجنوبية أنها كانت مخططة متوازنة مضطريدة وسريعة يعني كانت تنمية سريعة راه الآن الصحراء فيها أربعة موانع مهمة جدا للصيد للباحل السريين اللي غير ذلك راه فيها مطارات الآن راه فيها شبكة تغطات ديال الماء والماء وما أدرك في الماء نحن في منطقة صحراوية وكل مكان الحال راه تغطات بماء فوق 90% الكهرباء أيضا تغطى في المناطق كلها أزيلت دور الصفح التي كانت في العيون والدخلة وصمرة وغير ذلك أصبحت بنية قوية على المستوى فكت العزلة عن باقي المناطق إن في الزمن إن في السماء إن في البحر إن على الأرض هذه التنمية لا بد الآن أن تخلق نشاطا بعيدا عن أنشطة الريع من طبيعة الحال بعيدا عن أنشطة المتيازات حتى يصبح هناك إنتاج خام داخلي نشيط وجهي جدا وأنشطة اقتصادية واستثمارية انطلاقا من الاستثمارات الداخلية للمنطقة وانطلقا من استثمارات مواطنين على المستوى الشمال والجنوب أيضا ولملاء أيضا استثمارات خارجية إن شاء الله طيب يعني الآن نتكلم عن المواطن يعني ما هو الدور المناط بالمواطن لإنجاح هذا المشروع وهل لا بد من حملات تحسيسية وتوعية لإنجاح هذا المشروع أو لذلك هناك تحسيس ذاتي أولا ينطلق من المواطن في حد ذاتهم يعني ما يمكنش المواطن يعيش في بيت يعني نقوله متلوت ولا مصخ ولا فوضاوي ولا مشتت المواطن اللي كيبدأ بعدها من باب بيته من طبع الحال ثم الحي دياله ثم القرية دياله أو المدينة دياله وغير ذلك هو مواطن من طبع حل تنموي هو مواطن طبع حل فاعل هو مواطن من طبع حل نافع ولذلك تحقيق هذا المخطط التنموي الاعتمد على المقاربة كما قلت تشاركية اللي هي إشراك أبناء المحيط في تنمية محيطهم في تنمية أقاليمهم في تنمية جهتهم من طبع حل وفي استثمار خيارات جهتهم من طبع حل لهم ولأبنائهم إن شاء الله رحمة 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 الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الشمعي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات نلقاك إن شاء الله في مواضيع أخرى شكرا جزيلا لك